استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وفداً برلمانياً رفيع المستوى من دولة الدنمارك من أعضاء اللمعية البرلمانية لحلف الناتو خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي في زيارة إلى محافظة شمال سيناء وخلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات المتنوعة من مختلف دول العالم والتي تصل عن طريق البر أو البحر من خلال عدد من المواني المصرية ومن بينها ميناء العريش البحري أو عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي